الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعده في اللقاء السبعون في القدوة الطيبة للمرأة المسلمة في اللقاء العاشر في الحديث عن عائشة ماذا قال عنها الصحب والتابعون وكذلك العلماء يقول أبو موسى عن أبي ما أشكل علينا أي شيء لا نعرف عليه حلا ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني أمر قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما العلم أمر مهم جدا والله سبحانه وتعالى طلب من الجميع أن يتعلموا وقل رب زدني علما للرجال والنساء والمرأة المسلمة إن أصبحت عالمة أفادت أبناءها وذريتها ومجتمعها وكانت عائشة رضي الله عنها لها باع عظيم في ذلك يقول مسروق من التابعين رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوها عن علم الموريث عروة بن الزبر بن أختها أسماء يقول ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن ولا بفرائضه ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة رضي الله عنه أبو عمر بن عبدالبر الفخيه المالكي الأندلسي يقول إن عائشة كانت وحيدة وحيدة عصرها في ثلاثة علوم علم الفقه وعلم الطبي وعلم الشعري أبو الزناد يقول ما رأيت أحدا أروى لشعر من عروة أحسن واحد يحفظ شعر فقلت له ما أرواك يعني أنت وصلت إلى شأن عظيم جدا فقال ما روايتي في رواية عائشة ما كان ينزل بها شيء إلا أن شدت فيه شعرا الزهري قال لو جمع علم عائشة بعلم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع النساء كان علم عائشة أكثر وفي رواية أفضل معاوية بن أبي سفيان قال وقال معاوية بيقول معاوية بن أبي سفيان يا زياد أي الناس أعلم قال زياد أنت يا أمير المؤمنين قال أعزم عليك يعني قل الصدق قال أما إذا أعزمت علي فعائشة رضي الله تعالى عنها محمد بن عمر يقول ربما روت عائشة القصيدة ستين بيتا والمئة بيت وعطاء بن أبي رباح يقول كانت عائشة فقي الحج هذا كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العام مقدار بن الأسود يقول ما كنت أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بشعر ولا فريض مواريث من عائشة وفي جرح الزرقان وفتح الباري يقول إن عائشة كانت فقيها جدا حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها الذهب في الكاشف يقول إن عائشة أفقه نساء الأمة الزرقش في المعتبر يقول إن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كان يسألانها في مساء الفقهية عديدة وقالت عائشة إن الآية كانت تنزل علينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحفظ حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها ولا نحفظها مسند عائشة روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفين مئتين وعشر حديث أخرج لها منها في الصحيحين مئتين سبعة وتسعين المتفق عليه مئة أربعة وسبعين انفرض البخاري بأربعة وخمسين حديث ومسلم بتسعة وستين حديث وبذلك ممكننا أن نعد عائشة من المكثرين يعني من زد أحاديثه على الألف فتأتي بعد أبي هريرة اللي روى خمسمية خمس تلاف تلتمية أربعة وتسعين وبعد عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي روى ألفين ستمية تمانية وتلاتين وقيل ابن عباس الذي روى ألف وخمسمية وأربعين وقبل كمان أبي سعيد الخدري الذي روى ألف مية وسبعين يعني قبل ابن عباس وقبل أبي سعيد الخدري وجعل بعضهم المكثرين سبعة وأنشت فيهم سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث من المختار خير مضري أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة أي عائشة وابن عباس كذا ابن عمري علمها بالطب كان عروى ابن أختها يقول لعائشة يا أمتا يا أمي لا أعجب من فقهك أقول زوجة نبي الله وابنة أبي بكر ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس بالأنساب والشعر ولكن أعجب من علمك بالطب من أين هو أو ما هو قال فضربت على منكبه وقالت أي عرية عروة تصغيرها كمان عرية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره كانت مريض أو في آخر عمره وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجهه فتنعت له أن عات توصف له وكنت أعالجها له فمن ثم أي هناك ولذلك هنا تعلمت وكيف لا وقد قال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل الإمام الذهبي بسنده بيروي عن الأحنف قال سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من فم عائشة يقول موسى بن طلحة ما رأيت أحدا أفصح من النساء كل هذا أيها الأخوات المسلمات الطاهرات العفيفات لا يتأتى إلا بنقاء القلب وصلاح السريرة وحسن التعبد والسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وسعة العلم والإطلاع وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا